بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم ذكر الله عز وجل حين تأمل الإنسان منا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بذكر الله عز وجل يستطيع أن يستخرج الكثير من الكنوز المعرفية الدقيقة المنيرة التي تبرز ثوابا عظيما وأجرا منيرة من الله لمن ذكره سبحانه وتعالى غير أننا لا نريد أن نختزل ذكر الله في عبارات وفقد مثل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وانتهى الأمر فذكر الله له أنواع كثيرة الصلاة ذكر قراءة القرآن ذكر التفكر في خلق الله ذكر التفكر في نعم الله عز وجل ذكر قراءة القرآن ذكر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المناجات مع الله ذكر الدعاء لله سبحانه وتعالى ذكر حضور مجالس العلم ذكر كل ما يؤدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وصناعة الخير والجمال فهو ذكر إذن نحن لا نريد أن نختزل مفهوم ذكر الله سبحانه وتعالى في عبارات وانتهى الأمر فكل ما يؤدي إلى معرفة الله عز وجل هذا يعد من ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل من الأسباب الرئيسة للنجاة وهنا نذكر بعض النماذج سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام لما حفر قومه حفرة واسعة وجمعوا فيها كل ما يقبلوا الاشتعال حتى إنهم لما أرادوا أن يلقوا بسيدنا إبراهيم في هذه الحفرة ما استطاعوا أن يقتربوا منها من شدة لفحها ووهج النيران فأتوا بآلة كالمنجنيق ووضعوا فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى يلقوه منها إلى هذه الحفرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو في طريق إلى هذه الحفرة التي فيها كل ما يقبل الاشتعال حتى إن بعض المفسرين قالوا الطائر الذي كان يسير فوقها كان يسقط مشوية من شدة لفح النار ووهجها سيدنا إبراهيم وهو في الطريق إلى هذه الحفرة يتعرض له سيدنا جبريل ويقول له يا إبراهيم ألك حاجة هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام تعلق قلبه بالخالق ولم يتعلق بالمخلوق هذا نوع أيضا من أنواع الذكر يا إبراهيم ألك حاجة وهو في طريقه إلى هذه الحفرة التي فيها الوهج وفيها اللفع إلا أن سيدنا إبراهيم يقول له أما لك فلا وأما إلى ربي فهو أعلم بحالي أنا أريد من الله عز وجل تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم حتى إن المفسرين يقولون لما أنقوا بسيدنا إبراهيم في هذه الحفرة الواسعة وبعد قليل أتوا ليروا ماذا فعلت النار في سيدنا إبراهيم وكانوا قد وثقوا أي ربطوه حتى لا يخرج منها وجدوا أن النار أصابت سيدنا إبراهيم بشيئين الأولى أحرقت هذا الوثاة والثانية أنها أصابته بالعرق وقيل إن الذي كان يمسح العرق عن سيدنا إبراهيم هو سيدنا جبرين عليه السلام فوجدوه قائما يسبح ويذكر الله عز وجل لماذا كانت النجاة لسيدنا إبراهيم بأي شيء كانت النجاة لسيدنا إبراهيم بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ولذلك قيل لما ألقي بإبراهيم عليه السلام في النار بدأت الملائكة تحدث ربها يعني الملك الموكل بالرياح يا رب مرني حتى أرسل الرياح الملك الموكل بالمطر يا رب مرني حتى أرسل كل هذا لتنطفئ النار إلا أن الله يقول لهم إن إبراهيم خليلي وليس لي في الأرض خليل سواه وأنا ربه وليس له رب سواي فإن استغاثكم فأغيثوه وإلا فدعوه السؤال هنا بمن استغاث إبراهيم خليل الرحمن استغاث بالله عز وجل إذن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تعالوا إلى سيدنا يونس عليه السلام الذي كان في نينوى في العراق وكان يدعوهم ولم يسمع أحد من القوم له فذهب وركب البحر السفينة هذه السفينة كانت لها حمولة معينة عدد من الركاب فكان سيدنا يونس زائدا على هذا العدد حتى إن السفينة يعني بدأت تتمايل بهم في هذا البحر فاقترعوا فيما بينهم استهموا أجروا قرعة من يلقوا حتى يحافظوا على نجاتهم فجاءت القرعة على سيدنا يونس عليه السلام وألقوا به في هذا اليم التقمه الحود السياق القرآني يقول فالتقمه الحود أي فأخذه قطعة واحدة فابتلعه هكذا لم يكن فأكله وإلا لكان جرح له لحما وكسر له عظما ولكنه اتلعه قطعة واحدة الحود أخذ سيدنا يونس عليه السلام إلى قاع البحر فسمع سيدنا يونس ما بقاع البحر يسبح بحمد الله عز وجل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يسمع الملائكة كلام سيدنا يونس فيقولون يا ربنا هذا صوت معروف في مكان غير مألوف فيقول الله هذا صوت عبد يونس فبدأوا يتشفعوا عند الله عز وجل ماذا قال لهم الله سبحانا قال عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون إذن سبيل النجاح أنه كان ذاكرا لله عز وجل سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن وكان أحد الناس يخرج من هذا السجن قال له سيدنا يوسف اذكرني عند ربك يقصد الملك اذكرني عند الملك ذكر الملك أن يوسف في السجن فينزل سيدنا جبريل على يوسف وهو في السجن يعاتبه كما قال بعض المفسرين يقول له يا كريم بن الأقرمين يقرئك السلام رب العالمين ويقول لك أما استحييت إذ استغست بالآدميين فوئزتي لألبثنك في السجن بضع سنين إذن سبيل النجاح هو ذكر الله عز وجل سبيل الفلاح هو أن يتعلق قلبك بالله عز وجل ولا تختزل الذكر في عبارات تتردد وفقت فكل ما يؤدي إلى معرفة الله وصناعة الخير والجمال هو من ذكر الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم